اشتركوا في القناة يعني لمواضيع طرحوها بعض الاصدقاء على الصفحة بيستفسروا عنها اللي هي بعض الاخبار اللي جديدي هاي اللي طلعت على انه النجم الثاقب وبدو يطلع عن المدار وبدو يصير فيه زلازل وبركين وشغلات احداث طبيعية وهل هذا الاشي صحيح ولا مش صحيح او فيروسات او مايكروبات او اشياء خطيرة بدها تصير في المنطقة وا 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 من هذا الحكيه طبعا هذا كل ايات والكلام مش مزبوط ومش صحيح اول اشي يوم عشرين الشهر هو الاعتدال والاعتدال بمعنى انه الارض بتصير تلف بانسيابية يعني بثبات يعني بصير الليل نفس حجم النهار والاعتدال انه الارض بتلف هي بطبيعتها مثل البلبل اللي هو اللي بلعبوا فيه الولاد الصغار هاد اللي بيسحبوه على الارض وبصير يلف فبلف في البداية بشكل مستقيم وبعدين لما بتعب اخر اشي بصير يتميل مرة شمال مرة يمين هاد اللي هو احنا بنسميه اللي هي اقصر فترات بتصير بالليل واطول فترات بالنهار او العكس فالفترة هاي هي اللي الارض ممكن انه نقول والله انه ممكن يصير فيه ازاحة فيه اشياء ممكن تصير تطلع عن مدارها ولكن انه لما تعتدل الارض انه هذا الاشي بيصير مستحيل هذا واحد اثنين النجم الثاقب اللي ورد في القرآن الكريم ما الوش علاقة بنجم معين او اسم نجم معين سمية باسم النجم الثاقب النجم الثاقب هو النجم اللي يضرب فيه شيطان اللي بيسترق السمع وبثقبه وهو بيجي على شكل شهب ونيازك ولكن سمي باسم النجم فلما بيجي واحد بيقول لك النجم الثاقب هذا اسم نجم من وين طلع فيه ومن وين جابه وبدي افهم يعني او كيف سماه فعشان هيك هذا المسألة ملغية تماما ما تفكروا فيها ولا تخافوا منها بكفينا الكورونا يعني واللي بيصير فينا يعني لازم نحط كمان احداث فلكية واشي بدي يطلع عن المدار واشي بدي يخبط في الارض واشي هذا صار لنا اكثر من عشر سنوات بنسمع بنفس القصص كل فترة بيطلع لنا واحد بنفس الصيغة هاي وبحكي بنفس الصيغة هاي بس نوع من انواع الارهاب او نوع من انواع المشاهدات والشغلات اللي من هذا القبيل هذا واحد اثنين فيه سؤال اه كرر اللي هو هل يستطيع الفلكي من خلال الخارطة الفلكية انه يعرفك ويعرفك صفاتك وشكلك ولونك وطولك وعرضك وسماكتك وا 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 الى ما لنهاية وحتى انه يصل لمعرفة انه يعرف اقاربك واخوتك واسماءهم وقدش بدك امتى بدك تتجوز وتتجوز مين وشو اسمه وقديش عمره وبشو بشتغل ووين عايش وامتى بدك تلتقوا وشو بدك تخلفوا وشو اسماء الولاد اللي بدك تجيبوهم اسماء البنات اللي بدك تجيبوهم والمش عارف ايش هاي كل هالقصص هذا كل ياته كلام فاضي هذا ما الو اي علاقة بعلم الفلك لا من قريب ولا من بعيد علم الفلك ممكن يحدد صفات وطباع الشخص ممكن يدخل ببعض الصفات اللي يكتسبها من الابراج مثل لون البشرة مثل لون العيون حجم الرأس طوله ولكن ما بيجي بعطيك الدقة المتناهية من الصفات هاي على اساس انه هاي الصفات اللي هي انت فاطلع بعرفك هذا كلام فاضي يا اما انه هو بيبقى جامع معلومات عنك او هو بعرفك شخصيا او شخص مسرب له هاي المعلومات ومن خلال هاي المعلومات هو حاب يصحب عليك الفيلم عشان يكمل النص بتاعته عشان ينصب عليك ويستغلك ويأخذ فلوسك كمان انه يجي فلكي انت وديت له الخارطة الفلكية او وديت له اسمك وتاريخ ميلادك ومش عارف ايش وبيجي بطلب منك مصاري بيجي بقول لك مثلا الف دولار فانت بتيجي بتقول له والله ما معي انا الف دولار خرص انسى الموضوع بقول لك انت شغلتيني وانت خلتيني اشتغل الشغل هذا كله بديك توديلي الالف دولار لا ما معي انا ودي الف دولار لا بديك توديهن وذا ما وديتيهن الليلة بدي اشتغلك سحر واعجب عليك واخليك تمشي في الشوارع ومش عارف ايش وبيدي ادمر حياتك وبيدي اسويلك وبيدي اعملك وليله اعلى ما بخيلك اركب لانه اساسا وما هم بضارين باحد الا باذن الله وهدولا ناس نصابين بيرهبوك وبيحاولوا انهم يوصلو لك انهم يعني ايش عندهم قدرات الارض والسماء وبيقدر يسوي اي اشي في عباد الله هذا نصاب كذاب افاق لو انت من نفس البلد روح اشكي عليه بتسجنه بس ودي انه هذا الانسان بيودي هاي الاشياء فيه بيهدد فيه بتسجنه وبتلعن اللي اه اه تيت تيت اه بكندرة بس هيك اعتقد اني انا اختصار جوابتكم عجبتني هاي تيت و اه اه و هاي يعني كل واحد يفسرها زي ما بدو اه فما تقعوا فريسي الى هذول الناس النصابين اه بس مختصر خلينا نروح على توقعاتنا لهذا اليوم لانه في عنا شوية تحكي بدو تركيز فارجو انكو تركزوا فيه بشكل جيد خلال هذا النهار طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين ستعاش ثلاثة اه القمر موجود في القوس رح يكون متواجد طيلة النهار في منزلة البلدة هاي المنزلة جيدة للثبات والربح والسلامة وتأثير القمر لما بكون في القوس حكناها منشعر بابتهاج ومنجد الناس اكثر مرح ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى علم الفلسفة او الدراسات الدينية او البحوثات اللي الها علاقة في الامور الدينية والفلسفية كمان من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة لاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا النهار اول اشي بنحكي انه في زاوية تربيع سلبي رح تكون بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة سبعة وخمسين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بنجعل بعض الاشخاص او بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين يعني اذا هم مكتئبين منكتئب وذا هم حزنين منحزن وذا يعني منتقلب بشخصيتنا او طبعنا اما الحدث اللي رح يصير اللي هو انتقال الكوكب عطارد من برج الحوت لبرج الدلو وراح يكون هذا الانتقال الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة صباحا بانتقل الكوكب عطارد يعني وراح يستمر هذا الانتقال يعني مكوته رح يظل موجود في برج الدلو لغاية صباح يوم 11.4 خلال الفترة المذكورة بيشعر موليد برج الحوت بقوة الفكر والادراك الجيد للامور وبتزداد رغبتهم في المطالعة والدراسة واجراء الاتصالات والقيام بسفريات ضرورية او غير ضرورية يعني بصير عندهم نشاط بيستفيد معهم في هاي كل موليد الابراج المائية ومثل السرطان العقرب والابراج الترابية مثل الثور والعذراء والجدي كل شخص تواجد عنده في ساعة ولادته كوكب عطارد في برج الحوت يعني كل الاشخاص اللي ينولدوا كان عطارد موجود في الحوت هم اكثر ناس رح يستفيدوا من هذه الاشياء طبعا وما مننسى انه موليد برج الجوزاء والعذراء هم مستفيدين بالدرج الاعلى بكونوا مع الحوت لانه هو كوكبهم المباشر او اللي بتحكم فيهم بشكل مباشر اما تأثير عطارد على الابراج في خلال الفترة هاي بالنسبة للحمل بيبدأوا اهتمامهم او بيبين عليهم اهتمامهم في الغيبيات اما بالنسبة لموليد برج الثور بيميلوا لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء الجوزاء افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل السرطان بينشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيد الاكاديميون في دراستهم الجامعية اما بالنسبة للاسد بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة العذراء بيتبادلوا الاراء والافكار مع الشركاء الميزان بتفيدهم افكارهم مع زملائهم في العمل العقرب بيمارسوا نشاطات ادبية وبحثوا اولادهم على الدراسة القوس بتنصب افكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية الجدي بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعد موليد هذا البرج ممكن يشتروا يا سيارة يا جهاز تليفون او كمبيوتر يعني ايش الاعلاقة بالاتصالات والمواصلات برج الداليو بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال اما برج الحوت بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءهم وبينشطوا في الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هاد هي في ساعة الصباح زاوية سلبية رح تكون بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة تسعة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا وهذا يعني انه القمر صار تربيع ربع يعني نصف البدر بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع بعض الاشخاص او مع الاخرين طبعا احنا رح ندخل في فترة خلوه مسار رح تتقلب ورح نذكرها على حلقتين خلوه المسار هذا رح يكون او الاشي الساعة تسعة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة اربعة واربعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني بمعنى اخر انه رح يستمر معنا بتوقيت الاردن من الساعة احدعش ونص لغاية ما بعد حلقة الغد اللي هي ساعة ستة ونص ماشي يعني المدة اللي رح يقضيها خلوه المسار يعني تقريب المدة التسعة ساعات حكينا من التسعة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا لغاية الساعة اربعة واربعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش عشان هيك لما بصير خلوه المسار هات زي ما دائما احنا منحكي وما بشكل اي زاوية مع اي كواكب رئيسية بتتشكل فترة سلبي احنا منسميها فترة خلوه مسار وهاي الفترة لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا لا توقيع عقد لا خطوبة لا زواج يعني الامور المهمة او توقيع عقود الا اذا اشي كنا ناويين عليما قبل خلوه المسار يوم الزواج في يوم كذا وصادفت انه في خلوه المسار هذا ما بيأثر علينا لانه عقد النية والبدء كان في هذاك الفترة ولكن اني انا ابدأ شيء او اوقع على شيء فجأة في ساعة خلوه المسار هذا اللي بيأثر علينا بشكل سلبي طبعا القمر رح يكون يعني موجود اغلب النهار في برج القوس فعشان هيك ما رح نحكي اي صفات عنه انه انتقل برج الجدي الا في حلقة الغد وبما انه القمر رح يكون في الجدي خلال الغد فعشان هيك احنا لازم ننبه عن كلوه المسار القادم اللي رح يكون يوم تسعة تعاش تلاثة رح يكون في تمام الساعة اتناعش وثمانية واربعين دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وستعشر دقيقة فجرا بنتقل القمر لابر جدلو عمر القمر يعني القمر المربع واحد وعشرين يوم في تمام الساعة عشرة وثمانتعشر دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بصير عمره اثنين وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم وتنقلات الكواكب الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاث المزاج ممتزج القمر في القوس بعدين ينتقل للجدي ورح يستمر فيه لغاية تسعة تارش ثلاث المزاج ممتزج عطارد في الدلو والحوت حتى يوم احداش اربعة المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاث اربعة المزاج سعيد المريق في الجدي حتى ثلاثين ثلاث المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة تارش خمس وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج ممتزج زحل في الجدي حتى 22 ثلاثة وبعدين بنتقل الدلو المزاج ممتزج اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد نيبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد طبعا كلمة سعيد بانه الكوكب بعطيه حضود ولكن حسب الزوايا برضو اللي بتتشكل وكلمة منتحس يعني بيعطي طاقة سلبية للأشخاص فعشان هيك بنحكي منتحس لما نحكي ممتزج يعني طول اليوم بتقلب ما بين سعادة ونحوسة بظل يتقلب سعيد نحيس سعيد نحيس طول اليوم فعشان هيك بنسميه ممتزج يعني خليط ما بين الأمرين وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة دينماكية جدا وبتشكل محطة انطلاق بورشة جديدة طبعا ما زال القمر موجود في البيت التاسع فعشان هيك بنلاقي انه نفس التأثيرات اللي احنا حكينا عنها بالأمس نفس التأثيرات اليوم يعني في نوع من أنواع الاختلاف البسيط في بعض الزوايا الفلكية اللي رح تتشكل فعشان هيك بنلاقي انه شبيهة لتوقعات الأمس في بعض النقاط ولكن في المنازل في اختلاف كبير رح يكون في بعض النقاط خصوصا على المستوى البيت الأول بنلاقي انه شخصيتنا اليوم أقل من الروتينية يعني نوع من أنواع الفراغ اللي موجود عندك انك انت مش فاهم أي شيء في نوع من أنواع التقصير أو القصور في شخصيتك بتحتاج اليوم لشحن نفسك بطاقة إيجابية أعلى طبعا كل هذا برجع لأنه أول إشي بيت المتاعب أنه مشغول أنه الشمس لسه بتتنقل فيه فأنت كل الضغط بيكون موجود عليك فعشان هيك بتحس الفترة هاي بنوع من أنواع الإحباط أو نوع من أنواع السلبية تيجي على كثير من الأشياء اللي أنت بتحاول أنك أنت تعملها أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور برضو جيدة على المستوى المالي فيه فرص أكثر من الأمس على تحقيق بعض الأرباح أو المكاسب المالية خصوصا للي بيشتغلوا في الأمور المالية أو في البورصة أو في العملة أو في التبادل التجاري أو في التجارة تحديدا أو اللي بيشتغلوا عمل إضافي أو ممكن أنه يجيهم على شكل هدية أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الأمور على مستوى البيت الثالث اليوم برضو بتخللكوا نوع من أنواع النشاط في الحركة ممكن اليوم تنجزوا كثير من الأعمال اللي بتتعلق في دراسة، امتحان، سفر، تنقل أشياء من هذا القبيل اليوم بتلاقي الأمور بتتجه بهذا الاتجاه بشكل قوي جدا فعشان هيك اليوم بتنجز كثير من الإنجازات وكثير من الأعمال بتقدر تنجزها بتقدر تتواصل وتقنع أي شخص بوجهة نظرك بقوة ولكن بدك تنتبه بما أنه بيت المتاعب وبيتك الأول فيه انضعف بدك تنتبه من العصبي وردات الفعل أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه ما زالت الأمور إلها علاقة في البيت تتركز على البيت أو على شيء عقاري أو على تجهيزات أو استعدادات منزلية أو تغيير ديكور أو أثاث أو شراء بيت أو نقل من بيت لبيت يعني بتتركز اهتماماتك على الإشي اللي له علاقة في البيت أو الأهل أو الأقارب أو مشكلة مع أحد أبناء العائلة أنت بتحاول التعالج فيها أو بتكون طرف فيها يعني من هذا القبيل ومنلاقي أنه الأمور إيجابية إجمالا على مستوى البيت في نوع من أنواع التفاهم والتأقلم السريع مع الأحداث أما بالنسبة للبيت الخامس فعاطفيا أنت اليوم أقوى من الأمس ولكن ما بدك تبالغ في حظوظك وخصوصا أنه اليوم في خلوم مسار فعشان هيك استغل الأمور العاطفية بشكل جيد ولكن بدون ما تبالغ في الحظ عشان ما تخسر أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى العملي برضو ما زالت الأمور جيدة بتقدر أنك تنجز كثير من الأعمال اللي أنت اتوكلت لك خلال الفترة الماضية أو أعمال ممكن توكل لك خلال هذا النهر بتقدر تنجزها وعندك طاقة وجراءة عالية جدا في هذا الاتجاه وبالنسبة للوضع الصحي طبعا في أشخاص سألوا أنه يحكي عن الحمل بالنسبة للوضع الصحي عندهم الحمل بما أنه الشمس موجود في بيت المتاعب وهذا الإشي لسه ما أكمل بيت المتاعب الكامل يعني ما بدأت الشمس أنها تنتقل في كل بيت المتاعب يعني لسه ضايل جزئية فعشان هيك بعض الأشخاص من برج الحمل بيشعروا بتوععكات صحية متقلبة طيلة الفترة هاي اللي عندهم أمراض مزمنة بيلاقوا أنه العمر صلت النظر عليه أكثر بيحسوا بنوع من أنواع الوهن الأمراض بترجع بتظهر على الساحة الأمراض القديمة هذا كل ياتوا بسبب أنه الشمس موجود في بيت المتاعب عبتضعف صحتهم تضعف طاقتهم تخليهم حساسين للأمراض بس بدهم ينتبهوا أنه يرفعوا المناعة تاعتهم يراقبوا وضعهم الصحي إلى غاية ما يتصل الشمس لعيد ميلادهم بعدين الأمور كلها بترجع لأمرها الطبيعي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف اليوم أفضل من الأمس عن مستوى الشراكي في نوع من أنواع التواصل مع الشريك بشكل جيد جدا تقدروا تتواصلوا تقنعوا يقنعكوا توقعوا على عقود تتناقشوا تطوروا من مضمار عملكوا كلها أمور ممتازة أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم فارغ تماما من أي حظ فعشان هيك لا تعتمدوا على الحظوظ في أي شيء العلاقة بالأموال المشتركة أو الهبات أو المنح أو الأموال اللي بترجع من ضريبة أو تأمين أو هذا ممكن يصير أي تعطيل أو أنه تمشي الأمور ولكن بتمشيه بصعوبة أما بالنسبة للبيت التاسع اللي متواجد فيه القمر فرغم الإيجابية اللي ذكرناها في التوقع ولكن بحب أذكر أنا في السلبية للإحتياط أنه في خلوم مسار وخلوم المسار هذا من ساعات الظهر تقريبا أو ما قبل الظهر رح يستمر لغاية نهاية النهار يعني لغاية الحلقة القادمة فعشان هيك بنقول لك أنه أول أنك ما تعتمد على الحظوظ حاول أنك إذا عندك امتحان تدرس بشكل جيد خصوصا لامتحانات الجامعية إذا عندك سفر أو تنقل حاول أنك تكون حذر أو تكون محتاط من التنقلات خصوصا على الشوارع المفتوحة ما في داعي لا للتهور ولا للمغامرة ولا الاندفاع ولا للشغلات هاي كلها يعني الأمر بيطلب منك نوع من أنواع الحيطة وما تترك للحظ مجال خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف عن مستوى البيت العاشر أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وبتقدر تحقق إنجازات جيدة بتعاونك مع زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل وما في أي مشاكل تذكر أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع أحد الأصدقاء لا مساعدي لا معاتبي لا طلب العون منه لا أشياء فيها نوع من أنواع التواصل ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن أن تستضيف أشخاص عندك في البيت بدعوة الضيافة أو العزومة أو حتى لوعة فنجان قهوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأحنا ذكرنا عنه أكثر من مرة من خلال الحلقة ولكن بدنا ننبه إنه بيت المتاعب هو اللي دائماً بيجيب الأشياء المفاجئة والغادرة يعني النوع الغدر فبيجيب الأمراض المفاجئة براكم الأعمال بيجيب المشاكل بيجيب لك الأعداء فبما أنه ضاغط هذا البيت بدك تحذر من هاي الأشياء كلية خصوصاً تحافظ على صحتك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي رجع طبيبك إذا كان عندك أعمال إنجزة ضروري منها وما تخليها تتراكم وإمن شر الناس اللي بمكروا لك وبتأمروا عليك بالخفاء برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركي والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط حاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك هذا العنوان العريض لتوقعات اليوم أما السؤال اللي بيسألوا كثير من موليد برج الثور إنه ليش إحنا حاسين بهذا الإحباط ليش الأمور مش ماشي معنا ليش فيه نوع من أنواع السلبية موجودة عندنا يا إخواني أنا حكيت في توقعات الشهر إنه الشمس الآن بتتجه من بيتك 11 لا بيتك 12 يعني بيت متاعبك وهذا الاتجاه دائما بيسبب في كل سنة على مر السنوات كاملة في هاي الفترة موليد برج الثور بفقدوا طاقتهم إنه الشمس بتصير موجود في بيت متاعبهم وهاي من نسميها إحنا فترة نهاية السنة يعني هاي اللي أنت كل جدولت الأمور اللي صارت الأحداث اللي صارت معك في خلال السنة بتيجي في هذا الشهر بتجدولها هذا الإشي الممتاز اللي أنا بديمشي فيه وهذا الإشي اللي أنا ما بدي أكبه في زبالي فعشان هيك هاي شهر الغرب اللي اسمه عشان هيك بتكون تشعروا بهذا الضغط وهذا الضعف اللي أنتوا موجودين فيه ما بتتحسن الأمور إلا بأوقات معينة من خلال الشهر اللي هي على حسب حركة القمر وعلى حسب الزوايا الفلكية اللي بتصير والاستحسانات بتكون في بيوت معينة فعشان هيك بدك تستغل هذا الويوت بشكل قوي وتابع التوقعات اليومية عشان تعرف القوة وين تستغلها والضعف وين عشان أنت تتفادى أما بالنسبة للخارطة الفلكية فبقول لك في البداية القمر يعني مكانه في البيت الثامن لا إلك لما ينتقل للجدي بصير أقوى ولكن الآن كله إلو علاقة بالمال بالميزانية بالدعم فعشان هيك بنحكي البيت الأول وبعدين بس نوصل للثامن بنركز عليه بشكل أوفى بالنسبة للبيت الأول أنا شايف الأمور الشخصية عندك يعني شيئا ما أحسن يعني نسبيا أحسن يعني فيه نوع من أنواع الراحة فيه مراح فيه نوع من أنواع التواصل التفاؤل الشغلات اللي زي هيك موجودة عندك رغم أنه بتسلل لك نوع من أنواع الاكتئاب أو نوع من الوسوسة أو الأفكار السلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الثاني تقدر تدعمك شوية بالأموال ممكن تجيب لك أموال بطريقة غير مباشرة أو عن طريق العمل الإضافي أو تحصيلات أو أمور من هذا القبيل ولكن بدك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى التنقلات والاتصالات عالي جدا خلال فترة هاي وحتى بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تواصل مع أي شخص على مستوى الامتحانات جيد خصوصا المدرسية ولكن إنه بدك تكون حذر أنت من بعض الإنفعالات يعني النوع من العصبية اللي بتكون موجودة عندك أما بالنسبة للبيت الرابع اليوم نهائيا بقول لك بحاول أنك ما تدخل في أي نقاشات أو مواجهات مع البيت لأنه الوضع رح يكون ضاغط على البيت بشكل واضح فأنت عصبيتك رح تكون عالية ردات فعلك رح تكون واضحة فممكن تختلق مشكلة من لا شيء فيه تنبيه برضو للستات اللي بيعملوا في البيوت إنه يديروا بالهم من الإصابات أثناء العمل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية يعني شوي أحسن يعني شوي ألطف بتعمل نوع من أنواع التوافق أو التوازن ما بينك وبين الحبيب ولكن هذا الأمر راح يظل مستمر لغاية بدء ساعات خلوة المسار ولكن في فترة خلوة المسار بصير أمر روتيني بدك تحتاط من العصبية وردات الفعل أو أنه تتحسس من أي موقف أو تصرف من الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور الجيدة على مستوى العمال بتقدر تنجز العمال المطلوب منك بتقدر أنك تعزز مكانتك في مكان العمل تقدر تقدم لوظيفك خلال هذا النهار يعني فيه أمور إيجابية بتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحي نفس الإشي ولكن بيت المتاعب بضغطك فعشان هيك بيجيب لك أو جاع أو أشياء أنت مش متوقعها فبتظهر بشكل طارق وبتروح تختفي أما بالنسبة للبيت السابع برضو منقولك دير بالك في تعاملك مع الشركاء من الحدية والعصبية ممكن أنت تختلق المشكلة أو تعصب من لا شيء أو يكون عندك نوع من أنواع الإهمال بالشريك يعني بالزوج أو بشريك المال يعني مش سائل عنه مش مهتم في مليت ومتحسس من تصرفات وعندك ردة فعل سلبية فعشان هيك بنقولك بدك تدير بالك أثناء التعامل معه أما بالنسبة للبيت الثامن فبما أنه القمر موجود فيه ولكن سلبي موجود فيه فعشان هيك بنقولك بدك تدير بالك أثناء التعامل في أمور الأموال المشتركة بدك تكون حذر ما تتصلب برأيك بدك تتعامل بنوع من أنواع أنه ما تهمل واجباتك بدك تكون مش عصوي ما تصرف أموالك بطريقة مثلا عشوائية بدون دراسة أو أنك تتمعن فيها فعشان هيك بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا بقولك دير بالك برضو اليوم في أثناء التنقلاتك أو السير أو السفر في الشوارع المفتوحة من الأخطاء أو الأعطال أو الحوادث لا سمح الله حاول أنه تحد شوي من عصبيتك أو تهورك أثناء القيادة حاول إذا عندك انتحان أنك تدرس بشكل جيد حاول إذا عندك سفر أو اتصالات خارجية أنك ما تتور وتعصب على أدفال أسباب وبدك تتهيأ لما هو سلبي ممكن أنه يتأجل سفرك أو يلتغي سفرك إذا كنت أنت مقرر على سفر أما بالنسبة لأبيتك العاشر فهو فارغ تماما لا حظ ولا ولا سلبي ولكن في ساعات الظهر تقريبا اللي في فترة خلو المسار بيجي لمحة إيجابية يا أما أنه يوكل لك عمل يا أما بنطلب منك إنجاز عمل معين أو وظيفة معينة أو التزام معين ولكن بيكون إيجابي رغم أنه بيكون ضاغط ولكن بيكون إيجابي بالنسبة لألك أو أنت بتكون منتظر أما بالنسبة لأبيتك 11 فأنا شايف فيه ركود على مستوى العلاقات الاجتماعية يعني ما فيها الإشي القوي اللي نقول لك والله رح يكون فيه مناسبات وزيارات وهذا لا الأمر رح يكون تعامل ودي وممكن أن يقتصر على اتصالات تلفونية مع الأصدقاء أو تواصل ضعيف وبس أما بالنسبة لأبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك بنقول لك دير بالك من أي وعك صحي دير بالك من أنه يتراكم العمل عندك وراقب وضعك الصحي يخذ قصة من الراحة ما تأمن بسرك لأي شخص لأنه الأعداء في الفترة هاي بكونوا مغطيين يعني بكون أنت مش شايف ومزبوط فممكن يتخفى ورا صداقة أو معرفة أو علاقة ما بينك وبينه برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفي بدك تتجنب الغضب والإنفعال وما تدع أحد أنه يستفزك احمي سمعتك ما تشوهها ممكن أنك تخوض نوع من أنواع الامتحانات اليوم هاي الامتحانات بتضغطك شوي ولكن بعد ما تتجاوزها ممكن أن يكون فيه نوع من أنواع التكريم أو الجائزة بدك تتحامل على نفسك شوي على أساس أنه تتجاوز الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه الأمور على مستوى الشخصي شوي فيه نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع العصبية أو الحدية موجودة عندك فيه نوع من أنواع التكاسل أو يعني فيه أكثر من شغل في راسك تحبطك فحاول أنك تتجاوز المرحلة هاي بطريقة إيجابية أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا بقول لك أن الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية ممكن تجيك فرص حاول أنك تستغلها فيه أشخاص ممكن ما تجيهم فرص خلال هذا اليوم ولكن أنه الأغلب رح يكون فيه فرص خصوصا اللي بيشتغلوا في مجال العمل الإضافي أو في التجارة أو في العملة أو في الأسواق التجارية يعني كل هالأمور هاي بتدعمهم بطريقة معينة فحاولوا أنك تستغلوا هاي الأموال وتقللوا من مصارفك إذا ما أجدك أموال على أساس أنه تحافظوا على المستوى اللي أنت فيه أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم برضو بتنشط بالحركة والاتصالات عندك كثير من الأشياء اللي أنت حابب تنجزها خلال هذا النهار إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو مناقشة اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية جدا عندك حب للتواصل والتنقلات والاهتمام بالاتصالات والمواصلات يا في سيارة يا في تليفون يا من هذا القبيل أو حتى لو الدراسة عنهم أما بالنسبة للبيت الرابع فأبدأ أقول لك عن مستوى البيت بدك تحذر شوي اليوم من الاستفزاز أو من العصبية أو من التوتر أو من التحسس يعني تتحسس من أي موقف ممكن يصير فأنت تثور من خلاله حاول تمسك أعصابك ما في داعي للعصبية ولا للتوتر أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا بقول لك أنه اليوم الأمور على مستوى العاطفي جيدة في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الحبيب ولكن يتزامن مع هذا التواصل اللي هي حساسيتك أنه أنت بتصير حساس لأي تصرف من الحبيب ممكن من خلاله تنتقده أو يصير فيه نوع من أنواع الهجوم أو أشياء أنت ما فيمتها تحاول أنك تفتحها معاه تناقشه الوضع مش إيجابي لمناقشة هاي الأمور خلال هذا النهار حاول أنك أنت تمسك أعصابك لتتجاوز الطاقة السلبية اللي موجودة وبتضغطك في هذا البيت أما بالنسبة للبيت السادس فأنا بقول أنه اليوم يعني شبيه للأمس بإنجاز الأعمال بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بتحاول أنك أنت تنهي أعمالك خلال هذا النهار وبأسرع وقت عشان تأخذ شوية نوع من أنواع الراحة أو الانشغال بملفات ثانية ثانوية حاول أنك أنت تنجزها وحاول تهتم شوي خصوصا ساعات المساء بوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو موجود في القمر فما نقول لك على مستوى الشراكة ماشي بتقدر تعزز شراكتك ولكن أنه بدك تدير بالك من عصبيتك أثناء التعامل مع الشريك ممكن أنه في ساعات الظهر هيك يجيك بصيص أمل نوع من أنواع التفاهم أو نوع من أنواع إغلاق بعض الملفات أو المساءلة أو يطمئن خاطرك لمسألة معينة فاليوم فيه نقاط إيجابية ممكن تستغلها وممكن تجيك بشرة معينة أو شيء تقدر تنجز من خلاله أمور معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه مستوى المصاريف أنت مضغوط فيه نوع من أنواع الضغط المالي أو نوع من ترتيب الأمور المالية فعشان هيك بتلاقي أنه فيه الفترة هاي فيه نوع من أنواع البحث عن ممول أو داعم أو أموال أو سلفة ولكن أنه بتكون صعبة الوصول إلها أو الحصول عليها لا تتعلق حالك فيه مصاريف الزيادة ما إلها داعي وما تشغل حالك في الأمور المالية كثير بالفترة هاي حاول ترتب الالتزامات فقط لا غير بدون ما تنظر للكماليات أما بالنسبة للبيت التاسع فاللي عنده امتحان أو سفر أو تنقلات اليوم بده يكون منتبه ما يعول على الحظ نهائيا بده يدرس بشكل جيد بده ينتبه أثناء التنقلات البعيدة خصوصا في الطرق المفتوحة وبده ينتبه من العصبية أثناء النقاشات من الحدية والتهور أما بالنسبة للبيت العاشر بدك تحمي سمعتك تماما خلال هذا النهار ما تحاول أنك تشوهها بأي تصرف ابعد عن أي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك مهما كان لا تدخل بأي شيء مشبوه ولا تخالف القوانين ولا يعني تروح على أماكن ممكن أنه هاي الأماكن تسبب لك وجعة راس أما بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الأمور مع الأصدقاء بنتابها نوع من أنواع الضجر أو البعد أو تلافي بعض الأصدقاء ما بدك تتعامل معهم ما تتحاشاهم يعني بتحاول تبعد عنهم ما بتحاول تتواصل اللي أنت معهم خلص ضايج منهم الفترة هاي يعني بتطلب منك شوية مرونة أنت وتعمل توازن عشان ما تخسر صديق أنت لو انتبه أنك أنت بتتهرب منه بدون مبرر فممكن تخسره حاول أنك أنت يعني تعمل توازن وتكون عقلاني في عملية الانسحاب أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه الأمور ضاغطة بتعمل نوع من أنواع التوتر عشان هيك من نرجع لبيت الأصدقاء فما نقول لك دير بالك من صديق يتخفى بلباس صديق وهو عدو وممكن أنه أنت تكتشف هذا الشيء أو تكتشف هذا الشخص ويكون استفزك بنقطة معينة أو تصرف بشيء بدون ما يرجع لك فأنت تحتد وتعصب حاول تحمي حالك أنت من الأعداء بالفترة هاي حاول تنجز الأعمال الضرورية وتراقب وضعك الصحي وتحاول تأخذ قسط من الراحة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في إنجاز الأعمال بتكون تنتبهوا لغذائكم وراحتكم لازم تكون واضح في أولوياتك وما تخلي أي شخص أنه يثير إنفعالاتك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزم بالأمور اللي بتقدر عليها ممكن يكون عندك نوع من الالتزام ببعض الواجبات والمسؤوليات بس بدك تحترم المواعيد أما بالنسبة إلى الخارطة الفلكية فأنا بقول لك أنه البيت الأول اليوم يعني بوجود القمر برضو لليوم الثاني في بيت متاع في بيتك السادس فهذا بضغطك بشكل كبير فعشان هيك بدك تنتبه خلال هذا النهار من تقلب المزاج المستمر عندك فعشان هيك هذه ممكن تأثر عليك بشكل سلبي خلال هذا النهار إنه يتقلب مزاجك أكثر من مرة خلال هذا النهار ما بين إيجابي وسلبي ومبسوط ومش مبسوط متفائل وحزنان يعني في تقلبات كثيرة خلال هذا النهار رح تكون أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية ممكن تحصل أو بعضك يحصل على أموال من عمل إضافي وممكن تجيهم هدية أو دعم أو نوع من أنواع المساعدة ممكن برضو تعالج مسألة مالية خلال هذا النهار أو تحط حلول لحل الوضع المالي اللي أنت متأزم عليك أو بعض المطالبات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات والتنقلات والتواصل مع المحيط فبتلاقي في نوع من أنواع الإيجابية وعندك قدرة للإقناع بشكل عالي جدا خلال هذا النهار يعني بتقدر تتواصل مع أي شخص وتقنعه بوجهة نظرك بشكل مباشر وبدون يعني ما تنمق الكلام اللي عنده امتحان أو عنده تنقلات أو صفرة قصيرة اليوم بقدر ينجزها بشكل جيد وممكن يحصل على بعض المكاسب من خلالها أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور على مستوى البيت فيها اليوم نوع من أنواع الضغط فيه نوع من أنواع الحساسية أو العصبية أو التوتر فعشان هيك بدك تمسك حالك من الانفعال ما في داعي أنك أنت تنفجر بأي شخص أو تحتد على أي تصرف حاول أنك تمسك حالك تعامل بدبلوماسية عشان تتجاوز هاي الضغوطات اللي موجودة ما تحاول أنك أنت تسيطر برأيك على الأشخاص المحيطين حواليك في البيت حاول أنك أنت تتناقش معهم بأمور عقلانية ورح تلاقي أنه في صدى وفي إيجابية لهذا الموضوع أما بالنسبة للأمور العاطفية ممكن يجد اليوم خبر أو شيء العلاقة بالحبيب أو بمعلومة توصلك فتستفزك أو توترك لحد ما تتواصل معه وتحاول تستفهم النقطة هاي وتجد الحلول أو تجد المعنى الصحيح لهاي النقطة أو للمشكلة هاي الأمر ما رح يكون معقد كثير بس ما تنفعل من أول ما تسمع الموضوع حاول أنك تستفهم يبل ما أنك أنت تعمل ردة فعل أما بالنسبة للبيت السادس هو اللي موجود فيه القمر حاليا فبقول لك بدك تدير بالك على وضعك الصحي حاول تنجز الأعمال اللي موجودة بين إيديك بتقدر تنجزها صحيح ولكن أنه رح يكون فيه نوع من أنواع الإرهاق أو الالتزام الكثير عليك خلال هذا النهر حاول أنك أنت تنصق أمورك بشكل جيد أما على مستوى الشراكة فبلاقي أنه في شيء شاغلك عن الشريك المال والعاطفة فيه إشي بشغل مخك فيه إشي بلفت انتباهك أو مخك شغال فيه ممكن السبب هو وممكن السبب شيء آخر ظهر على الساحة فيه خلال هذا اليوم حاول أنك أنت تحله بدون ما تقصر مع شريكك عشان ما ينتبه وتصير مشكلة بهذا الباب أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور روتينية تماما خلال هذا النهار على المستوى المالي ممكن يجيك بعض الدعم أو المساعدة ولكن هذا رح يجيك فيه ساعات العصر مش قبل هيك ولا بعد هيك يعني في ساعات العصر ممكن تحصل على يا أما وعد يا أما على مساعدة فعلية حاول برضو أنك أنت ترتب أمورك المالية بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت التاسع فبرضو هنا منحذر من الامتحانات ومنحذر من السفريات والتنقلات والنقاشات وخصوصا في مؤتمرات أو أشياء لأنه ممكن تتعطل أو تلتغي في أي لحظة وممكن الامتحانات تكون صعبة عليك فحاول أنك تستعد بشكل جيد ممكن أنه تلتغي حتى كل الأمور هاي بشكل مفاجئ جدا أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف على مستوى العمل تتراكم الأعمال عندك بشكل كبير خلال هذا النهار خصوصا الأعمال على مستوى الشركات يعني بتحاول أنك تنجز تنجز ولكن فيه نوع من أنواع الضغوط الموجودة عندك فعشان هيك البيت السادس بدعمك في إنجاز الأعمال ولكن البيت العاشر براكم عليك الأعمال فعشان هيك منستنتج أنه اليوم فيه عندك كثير من الأشياء اللي حاب تنجزها ولكن من كثر الأشياء هاي ما رح تقدر أنك تنجز كل شيء فعشان هيك منقول لك إنجز الضروري من الأعمال حاول ما تتغيب أو تتأخر عن عملك أو دوامك على أساس أنه أنت تقدر تسيطر على الأمور هاي بدون أي مشاكل أو مساءلات أو معاتبات لا من زملائك ولا من رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة على المستوى العام بتقدر أنت تتواصل اليوم مع أصدقائك بشكل جيد رغم أنه أنت في عندك نوع من أنواع الفتور ولكن أنه في قابلية للتواصل ممكن معالجة مسألة معينة سوء تفاهم أو نوع من التواصل الودي أما بالنسبة لبيت المتاعب فرغم أنه بيت متاعب ولكن برضو بيحمل لك بصيص أمل في إنجاز الأعمال وبساعدك ببعض الطاقة اللي تقدر أنت تستغلها خلال هذا النهار ولكن في ساعات المساء بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك أنت تراجع طبيبك برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بتخلى الحظ لا المالي عنك ولا المعنوي بترتفع المعنويات أهم شيء أنك تكون أكثر مروني حاول أنك تتحقق من إنجاز أشياء معينة ممكن أنك أنت اليوم برضو تنجز إشي مهم بتتعطش للعواطف الزيادة وبكون عندك رغبة عالية جدا للعاطفة وبتشتد عندك الروابط بشكل متين وعندك ثقة عالية فيه طبعا بيسألوا الأسد إنه ليش إحنا تعبنين وليش إحنا من بداية السنة وما شعرنا بأي شيء إيجابي السبب إنه من بداية السنة التواجد الشمس بكون مقابلنا تماما في كل سنة إحنا في الفترة هاي يعني من بداية السنة لغاية شهر ثلاثة أو عشرين ثلاثة وإحنا شعرين بنوع من أنواع الضغط في كل سنة راجعوا إنتوا سنواتكوا بتلاقيوا إنه في كل سنة بتحسوا بنفس الشيء السبب إنه الشمس بتكون مقابلنا تماما فالمقابل معناته ما فيه طاقة فمنشعر بنوع من أنواع الإرهاق بمقابلنا في بيتنا الثامن بيتنا السابع وبيتنا الثامن لحديث ما توصل للبيت التاسع اللي هي توصل الشمس لبرج الحمل فعشان هيك هذا الضغط بظل ينهك فينا فمنطلع إحنا بتراكمات أو بخطط جديدة للسنة القادمة ما منستسلم ما منيئس ولكن فيه عنا قدرة على ترتيب الأمور ولكن إنه مننزعج من الضغوط هاي اللي بتصير مع علينا أما بالنسبة للبيت الأول خلال هذا اليوم فهو يعني بيدعمك شوي نفسيا ولكن بيعمل نوع من أنواع التقلبات في المزاج السريع يعني فجأة بتكون مبسوط فجأة بتنكد فجأة حابة بتروع المكان الفلاني فجأة أنا ليش أجيت يعني بصير فيه نوع من أنواع المزاجية أو تقلب في المزاج عالي خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فيه نوع من أنواع يعني الترتيب أو التخطيط أو التجهيز لأمور مالية معينة بتحاول أنك أنت تنظمها وترتبها خلال هذه الفترة اليوم ممكن تحسم أمر معين أو ترتب باتجاه معين على أساس الحصول على بعض الدعم فيه منكم ممكن يحصل على هذا الدعم فيه منكم ممكن يحصل على أموال فعلية خلال هذا النهار خصوصا من المجالات اللي إلها علاقة بالأعمال الإضافية أو بالصفقات التجارية أو حتى بالحصول على دعم معين من أشخاص معينين أما بالنسبة للبيت الثالث فالضغط كبير في مسألة البيت الثالث فعشان هيك الأمور عامل نوع من أنواع الدينماكية العالية جدا في التفكير سرعة البديهة قدرة الإقناع هاي عندك بحدث ولا حرج يعني ما حدا بيقدر ينافسك فيها نهائيا فيه نوع من أنواع الاهتمام إما في أمور إلها علاقة في الاتصالات والمواصلات مثل أجهزة أو سيارات أو يعني حتى لو بتقرأ الأخبار يعني لو بتطلع عليها كنوع من أنواع التثقيف ولكن عندك الاهتمام هذا واضح خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه اليوم فيه نوع من أنواع القصور أو أنك بتحاول تعالج بعض القصور القديم باتجاه بيتك يا بتتواصل مع أهلك بشكل جيد يا بتعالج مشكلة معينة يا بتبدي رأيك في حل مشكلة معينة داخل البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية اليوم يعني زي الأمس فيه نوع من أنواع الحضوض بتدعمك وخصوصا القمر موجود في نفس البيت فعشان هيك بتفكر فيها ولكن برضو المزاجية بتلعب دور عندك عشان هيك ممكن تتقلب بعواطفك بطريقة معينة أو أنه أنت يصيبك نوع من أنواع الملل وأنت بتتعامل مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور يعني جيدة على المستوى البيت السادس شيئا ما ولكنها غالبة للروتين يعني بتنجز الأعمال المطلوبة منك تقدر تحقق كثير من الإنجازات خلال هذا النهار ولكن بدك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أهم شيء أنك تدير بالك أنه جهاز المناعة عندك بيكون ضعيف فعشان هيك بدك تدير بالك لأنه لا تنسى أنه القمر بده ينتقل الآن على بيت الصحة فعشان هيك بدك تكون حذر وتجهز حالك للاستقبال الفترة القادمة بدون أمراض أو تعب أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي اليوم أحسن من الأمس بتواصل مع الشركاء في نوع من أنواع التودد أو الود في التعامل ممكن اليوم يصير في حلة مشكلة قديمة أو النقاش على حلة مشكلة قديمة أهم شيء أنك ما تعصب وما تنفعل استقبل الأمور بعقلانية بتحلها وبتتجاوزها بكل سهولة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما عشان يقولنا عن مستوى المال يعني بترتب لأمور ولكن ما رح تكون محسومي خلال هذا النهار ممكن تنحسم في الفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك التاسع فممكن اليوم يتعطى الأمر إلى علاقة بسفر أو بامتحان أو باتصال خارجي حاول أنك ما تغضب وما تتوتر يعني الفترة مؤقتة وبعدين بترجع الأمور وتستقر ولكن دير بالك من التنقلات أثناء التنقلات في الشوارع المفتوحة وحاول تجهز حالك لأي شيء طارئ وما تعتمد على الحظ إذا عندك امتحان تدرس بشكل جيد وإذا عندك تنقلات بدك تستعد بشكل جيد وتحيئ حالك لا أي شيء ممكن يعطل أي أمر من الأمور اللي إحنا ذكرناها أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه خالي تماما من كل شيء فعشان هيك منقول لك دير بالك اليوم من الانفعال والعصبية أثناء التعامل مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل حاول تنجز الأعمال المطلوبة منك حتى لو بشكل روتيني أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم أنت عندك قابلية أو نشاط عالي جدا للتواصل والاتصال مع الأصدقاء أو أحد المعارف لحل مشكلة معينة أو للمساعدة أو الاستفسار عن شيء أو ممكن يخطر في بالك شخص زمان إليك ما توصلت معه تتواصل معه أو تلتقي فيه خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو كل أمس من حذرك من تراكم الأعمال ومن حذرك من الإهمال بالصحة أبدأك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وتأخذ قصد كافي من الراحة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة صحيح أنه فيه نوع من أنواع الضغوط والمتاعب موجودة ولكن هاي فترة معروفة أنها بتحمل نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي بدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية لأنه ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك ليش؟ لأنه القمر عامل تربيع معك فعشان هيك بتضغطك بشكل كبير حاول أنك أنت تتجاوز الضغط خصوصا على مستوى البيت أما بالنسبة لبيتك الأول فاليوم نفسيتك أحسن شوي بتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وخصوصا اللي بتتعلق بالأمر النفسي أو الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أن الأمور على المستوى المال يعني فيه نوع من أنواع الدعم فيه نوع من أنواع القوة في هذا المكان ممكن أن تتعزز أو تحصل كثير من الأشياء المالية أو خطة لا استقدام المال أو كيف تجيب الفلوس بالفترة القادمة ولكن أنه بدعمك بكثير من الأشكاء والأفكار والترتيبات اللي بتدعم الأمور المالية وفي منك رح يحصل على الفلوس ولكن بتديروا بالك من كثرة المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا أقول أنه اليوم عندك كثير من التنقلات والاتصالات ولكن أنه اليوم قدرة أعلى من الأمس في عملية الإقناع بوجهة نظرك يعني بتقدر تقنع أي شخص اليوم بوجهة نظرك بطريقة بدون ما تجهد نفسك وبدون ما تتعب يعني عادي مجرد ما تحكي بتلاقي حالك أقنعته فحاول أنه أنت تستغل هذا بالأشياء الإيجابية اللي أنت بدك إياها للفترة القادمة اللي عنده امتحان ممكن ينجز بشكل جيد وممكن تكثر عندك الأمور اللي لها علاقة بالتنقلات والاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فذكرنا في بداية التوقعات يعني بدك تكون منتبه من أي حدية أو توتر في داخل المنزل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية شيئا ما هادية اليوم فبالعواطف أو تعاملك مع الحبيب حضوض يعني شيئا ما موجودة ولكن مش بالقوة اللي إحنا من اعتمد عليها نقول والله اعتمد على الحض فعشان هيك تعامل بشكل هادي تواصل أنت والحبيب إذا صار في مشاكل أو سوء تفاهم بينك وبين الحبيب في الأيام الماضية بتقدر اليوم تعالج المسألة هاي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لك بتقدر تعمل أشياء كثيرة خلال هذا النهار بشكل جيد جدا يعني بتقدر اليوم تقدم العمل بتقدر تحل قضايا كانت عالقة عندك إلا علاقة بالعمل بتقدر تتواصل مع زملاء أو أشخاص كانوا يشتغلوا معك بتقدر تقدم العمل برضو يعني الفرص جيدة جدا وفي منك راح يهتم بوضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا بنبه على بيت الشراكي أنه ضاغط بشكل كبير فعشان هيك بتكون تحذروا من أي مواجهة أو سلبية أو حدية في التعامل مع الشركاء وخصوصا الأزواج أو الزوجات ليش؟ لأنه البيت أول إشي الشمس موجود مقابلكو تماما فبتضغط هذا البيت بشكل كبير بتخليكو فاقدين للطاقة أو للتحمل فممكن تنفجر بأي لحظة بالغضب والعصبية وإنتي مش قادر تتمالك نفسك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على المستوى المالي فهي مصاريف والتزامات وترتيبات مالية وضغوط مالية هي اللي بتوترك بالفترة هاي فعشان هيك حاول ترتب أمورك المالية بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت التاسع فبدك تهيئ حالك لا أي أعطال لها علاقة في الامتحانات أو بالسفر أو بالتنقلات بالنقاشات بالندوات المفتوحة ممكن تلتغي في أي لحظة وممكن يصير نوع من تغيير حتى اللي بتكون متوقعه أنت يكون بالعكس تماما إذا كان في جلسة قضائية ممكن تلتغي خلال هذا النهار أو يكون الإشي يعني في الجلسة هذا ينحسب ضدك أنت مش معاك أنت فعشان هيك بدك تكون محتاط وجاهز لكل التطورات اللي ممكن تصغير في لحظة إذا عندك امتحان بدك تدرس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقول لك أنه الأمور جيدة على المستوى العمل بالشركات تقدر تقدم لعمل جديد خصوصا في شركة كبيرة ممكن يجيك نوع من الإطراء أو نوع من أنواع الدعم يساعدك في تجاوز مشكلة قديمة صارت معك في مكان العمل ممكن يبلغوك أنه انتهت هاي المشكلة أو في ترفيع أو تكريم لا إلك يعني أمور جيدة على مستوى العمل على مستوى زملائك بالعمل رؤساك بالعمل كل الأمور هاي أنت قدر تسيطر عليها بشكل جيد وبتقدر تقدم العمل وتناقش بشكل ممتاز وتفتح لك فرص ممتازة أما بالنسبة لابة 11 ما زال في عندك نوع من أنواع تردد بالتواصل مع أحد الأصدقاء أو بعض الأصدقاء يعني بتحاول تتهرب منهم أو ما بدك تحكي معهم من نوع من أنواع الزعل أو نوع من الانشغال أو عدم الرغبة أو الملل أو الأشياء من هذا القبيل فعشان هيك يعني هذا اليوم برضو رح يسيطر عليك إلا أنك أنت بتعمل بس الإشي الواجب والمطلوب منك وحتى يمكن بدون نفس أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور جيدة بتدعمك بشكل جيد على مستوى العلاقات العامة وبتدعمك برضو بأنك أنت بتقدر تنجز بعض الأعمال المطلوبة منك ولكن بدك تنتبه لوضعك الصحي وبعض التقلبات الصحية اللي ممكن تجيك بشكل مباغت بدون ما أنت تكون متوقع برج الميزان بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لا اجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار ممكن يناسبك تكثيف التحركات خلال هذا النهار تقدر تعبر عن رأيك بحرية وجراءة تامة ممكن تنقذك سرعة بديهتك من المواقف المحرجة يعني منقدر نقول أنه الفترة هاي إيجابية بما أنه يعني القمر موجود في بيت ثالث وهذا تزديس مع برجك فإيجابي بشكل قوي وبدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم يعني مستقر أفضل من الأمس في من الحالة النفسية تقدر اليوم تتحرك وتنجز كثير من الأعمال اللي بتتعلق بالشكل أو المنظر أو حتى على المستوى النفسي وحتى بتلاقي فيه نوع من أنواع الرغبة للطرف المقابل لا إلك أكثر يعني فيه حيوية أكثر في وجهك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدي على مستوى البيت الثاني فيه اليوم خطة أو تجهيزات لأمور إلها علاقة بالأمور المالية ممكن تتحرك لها بشكل جيد فعشان هيك ممكن اليوم تحصل على بعض الأموال أو بعض الدعم اللي يساعدك في مسائل معينة ولكن بدك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا بقول لك أنه البيت الثالث شوي مثل ما ذكرنا وأكثر كمان يعني عندك قدرة أكثر من اللي إحنا ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الرابع اليوم جيد جدا وبصل لمرحلة الممتاز على مستوى البيت فيه نوع من أنواع التواصل الجيد على مستوى البيت حل مشكلة معينة أو تواصل لحل مشكلة معينة أو المصالحة أو المسامحة على سوء فهم أو على تصرف قديم صار ما بينك وبين أحد أفراد البيت اليوم تقدر تحله بشكل جذري ممكن تهتم اليوم بشخص مقرب لإلك أو من داخل البيت في مشكلة معينة أو في مسألة معينة وتحاول أنك تحط له بعض الحلول يعني أنت القائد اليوم في وضع الحلول أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي اليوم أحسن من الأمس فيه رغبة كبيرة بالتواصل مع الحبيب واللقاءات وممكن الحظ يدعمك في كثير من المواقف خلال هذا النهار خصوصا في الأمور العاطفية ولكن المشكلة اللي بتقمن في البيت السادس اللي رح يخلي فيه نوع من أنواع القصورة عندك في إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك ممكن تتزامن أو تكثر أو ما يكون عندك رغبة في إنجازها فحاول أنك أنت تراقب حالك بشكل جيد وحاول أنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تجيك بشكل مباشر وانت مش مستعد لها فعشان هيك بدك تنجز أعمالك وتراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو شبيه ليوم أمس في تعاملك مع الشركاء العاطفة فبتقدر اليوم تتواصل معهم لحل مشكلة معينة أو التفاهم على مسألة معينة أو مرافقة الشريك في مشوار أو مكان أو زيارة معينة للتواصل مع الناس اللي حواليك أو بشيء بهم العلاقة اللي أنتوا فيها أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الدعم المالي اللي بيجي من تعويض أو من شراكي فهو خالي تماما فعشان هيك منقول لك المال اللي بتستفيد منه أو بيجيك أو معك ما تضيعه بمصاريف ماء الهداعي أو في المكان الغير مناسب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد لتنقلات والاتصالات الخارجية والتواصل مع العالم الخارجي ولكن في ساعات العصر بدك تنتبه من حديتك وعصبيتك ممكن اليوم اللي عنده امتحان أو عنده سفر أو تنقل ينجز بشكل جيد حتى إذا بتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يحقق إنجازات جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى اللي بيشتغلوا في المؤسسات أو الشركات اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال الموكلة لهم بيقدروا يحققوا كثير من الأشياء الممتازة بشكل رائع يعني ممكن يصير تواصل ما بينكو بين زملائكو أو رؤسائكو في العمل لحل مشكلة معينة أو وضع خطة معينة وتكون أنت القائد في هذا الموضوع أو أنت عنصر فعال في هذا الموضوع فتنجز أنت الأعمال بشكل ملفت للانتباه خصوصا اليوم والفترة القادمة كمان فعشان هيك فيه اعتماد كبير عليك في مكان السمعة عشان هيك بتعزز سمعتك وممكن يجيك نوع من أنواع الإطراء أو الترفيع بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء والمعارف والعلاقات اليوم عندك شغف كبير للتواصل مع الناس اللي بتعرفهم ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو عزومة أو اجتماع أو تواصل أو ممكن يباغتوك هيك بلمة ويجوا عندك نوع من أنواع المفاجئة يفاجئوك بلمة وتكون سعيدة جدا وأنت تكون مبسوط من هذا الاجتماع رغم أنه حساسيتك شوي ولكن أنه بتتجاوز الأمور بشكل سريع أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأمور شوي بتهدد على الوضع الصحي وتراكم الأعمال ممكن أنك أنت تنجز كثير من الأعمال المهمة ولكن المهم أنك تراقب وضعك الصحي أكثر برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا أكثر حذر في النفقات تنعو عن مشتريات غير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة وتحدد أولويات وميزانية مالية ممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار أو على شيء من هذا القبيل وممكن يجيك نوع من أنواع المصاريف المنزلية الطارئة بالنسبة للبيت الأول أنا شايف الأمور روتينية تماما خلال هذا النهار يعني أنت على طبيعتك وعلى شخصيتك في نوع من أنواع الملل أو الزهك أو الأشياء هاي يعني شوي بتضغطك خلال هذا اليوم مش عارف أنت شو تعمل عشان تطلع من الجو اللي أنت فيه أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى المال مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات حاول أنك أنت تستغلها أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى الاتصالات يعني في عندك اتصالات مكثفة خلال هذا النهار بتقدر أنك تتواصل مع الأشخاص بطريقة لبقة عندك سرعة بديهة عالية ممكن تعالج مشاكل حتى من خلال اتصالاتك ممكن يكون عندك أكثر من مكان حابب تروح عليه أو تتنقله أو تتواصل معه أو أشخاص تتواصل معهم من خلال الهاتف وتكون مقنع تماما أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت لسه شوي مركز عليك عندك اهتمامات منزلية كثيرة بتحاول أنك أنت ترتبها ممكن أشياء طارئة أو عندك خطط معينة لتطوير المنزل أو ديكور أو ترتيبات أو تجهيزات بتهتم فيها بشكل واسع جدا وممكن حل مشكلة لأحد أفراد العائلة يعني فيه نوع من أنواع الاهتمامات المنزلية اليوم رح تكون ظهر على الساحة بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فعواطفك شوي ضعيفة الفترة هاي فيه نوع من أنواع الفطور في العلاقة العاطفية مشغول فكريا متوتر متحسس مش عجبك الحبيب أشياء من هذا القبيل بتتدخل الأمور معك بأكثر من اتجاه فعشان هيك يحاول أنك تتجاوز الفترة السلبية هاي بدون ما يصير فيه أي مشاكل ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل أنه عندك نشاط تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك خلال هذا النهار أو اللي بتكون مرتبها وبتقدر حتى أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد يعني الأمور إيجابية بالنسبة للعمل والصحة أما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى الشراكة المالية والعاطفية اليوم أحسن من الأمس بكثير تقدر اليوم تحقق كثير من أنواع التواصل مع الشركاء ممكن أنك تعالج مسألة معينة أو تحط خطة للمستقبل أو أنه يصير فيه نوع من أنواع المرافقة في رحلة أو بتنقل أو بزيارة معينة يعني فيه نوع من أنواع النشاط في التعامل ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه فرص مالية ممكن تجيك ممكن دعم ممكن ترتب لميزانية معينة أو حل مشكلة معينة خلال الفترة القادمة يعني فيه عندك نشاط واضح تماما أنك أنت بتقدر تضع حلول كثير للوضع المالي ولكن أنه أنت بترهق حالك بالتزامات أنت ما فيه داعي أنك أنت تلزم حالك فيها أو تدخل حالك في هذا الموضوع يعني الشغلة بدها عقل أكثر من أنه عواطف أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور يعني اليوم روتينية تماما على مستوى الامتحانات والتنقلات والاتصالات يعني شوية بتتسيطر عليك الأمور بشكل مبالغ فيه يعني روتين قاتل على مستوى البيت التاسع يعني إذا كان عندك دراسة أو عندك امتحان أو عندك بحث أو عندك نقاش أو عندك أي شيء من هذا القبيل فبتلاقي الأمر الروتيني فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع ممكن تعصب في أي لحظة امسك أعصابك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل أو الشركات أو المؤسسات الكبيرة بتقدر تتعامل مع زملائك بشكل واضح بتقدر تحط حلول معينة ممكن تتواصل مع رؤسائك بالعمل في مسألة معينة ويكون رأيك مرحب فيه وهذا الإشي بيعمل نوع من أنواع الإطراء لا إلك تقدر تنجز برضو أعمال موكلي لا إلك في مكان العمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم عندك رغبة قوية للزيارة أو التواصل مع أصدقاء أو ممكن هم يزوروك ممكن أنت تتواصل معهم هاتفيا ممكن أنت يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تكون أنت من ضمن مدعوين لأشيء معين ويكون فيه نوع من أنواع الإطراء لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب ما منقول لك أنه إنجز الأعمال الضرورية وراخب وضعك الصحي أو من أي حدث ممكن يجي بشكل مفاجئ حاول إذا شعرت بشيء غير اعتيادي أنك تراجع طبيبك يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع الحساسية والطاقة الضعيفة وبتعطيك نوع من أنواع القابلية للشعور بالمرض بأي لحظة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا إلى خطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تطلع على خبر ويكون بمثابة إشارة لانطلاقة جديدة فترة ناشطة وحماسة بفضل وجود القمر عندك ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع جديد أو فكرة معينة أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف الأمور على المستوى الشخصي شوي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك اليوم بدك تحاول أنك ترتب أمورك بشكل عقلاني حاول أنك ما تندفع وما تتهور خلال هذا النهار بالعصبية والإنفعال وما تهمل بصحتك أو بوضعك أما بالنسبة للبيت الثاني أنا شايف الأمور جيدة على مستوى العام تقدر اليوم تنجز كثير من الأعمال اللي إلها علاقة بالأمور المالية وترتب أمورك وفوترت أمورك وأوراقك ممكن تحصل على دعم مالي من عمل إضافي أو نوع من المنح وممكن برضو أنك أنت ترتب أمور وأوراق أنت ما كنت متخيل أنك أنت تنجزها خلال الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثالث فبتكثر بالتحركات والاتصالات والتنقلات عندك سرعة بديها عالية جدا تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هاي الفترة عندك سرعة بديها عالية يعني تقدر حتى في الامتحانات أنك تقدم بشكل جيد وممكن تكثر سفرياتك أو تنقلاتك أما بالنسبة للبيت الرابع أنا شايف على مستوى البيت أنت بتنضغط بشكل كبير خلال هذا النهار نوع من أنواع التوتر أو نوع من أنواع التغيير بيصير فيوترك وبيحد من حركتك أو من طباعك فعشان هيك تكون عصبي فعشان هيك تكون انت ماسك عصابك اللي ما تثور وتنفجر في أحد أفراد العيلة عشان ما تنحسب عليك نقاط سلبية خلال هاي الفترة ودير بالك من التزمت بالرأي عشان ما تخلق مشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس الأمور العاطفية الروتينية عندك يعني ما فيه لا إيجابية ولا سلبية فبتتعامل معها بشكل روتيني عادي وطبيعي جدا أما بالنسبة للبيت السادس فبتقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار المكللة إلك وبتقدر أنت تعمل أعمال أنت ما كنت قادر تنجزها في الفترة الماضية وبتنجزها خلال هذا اليوم ممكن تهتم بصحتك أو بأمور صحية أو جسدية يعني نوع من أنواع التغيير ولكن الأمور إجمالا جيدة جدا على مستوى العمل وتقدر تقدم لوظيفة أو لعمل جديد أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور يعني ضغطة عليك على مستوى الشراكي شوي ولكن برضو بتقدر تسيطر عليها وتتحكم فيها بشكل جيد بتقدر تقلب المعطيات بشكل إيجابي بالتعامل مع الشريك بالمال والعاطفة وتحل كثير من الأشياء العالقة أو تحطوا خطة مستقبلية لأمور مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثامن فبقول لك دير بالك من المصاريف لزيادة وما ترهق حالك في المصاريف لزيادة حاول تفوتر أمورك وترتبها بشكل جيد على أساس أنه ما ترهق حالك ماديا أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه في ضغط كبير جايك على مستوى السفر والتنقلات والدراسة ممكن تعطيل في أمور السفر أو في أمور امتحنات أو أمور جامعات أو هذا يعني يرهقك فعشان هيك هذا الأمر شوي حاول أنك تمسك عصابك شوي وما تنفعل وما تحتد وخصوصا في اتصالاتك مع أشخاص خارج البلاد وهيئ حالك لأي أمر طارئ له علاقة بهذه المسائل إلك أو لغيرك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى البيت العاشر جيدة بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك تقدر أنك تتعاون اليوم مع أحد الزملاء أو أحد رؤسائك بالعمل في حل مشكلة معينة وبتكون أنت قائد جيد بتقدر تتواصل وتحل بطريقة لبقة عندك الحلول الممتازة لكل الأشياء الطارئة أو برضو سمعتك ممكن أنها تتعزز بالفترة ويجيك مذيح أو إطراء لا شيء بتعلق بالسمعة أو بالشخصية أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم في نوع من أنواع التواصل مع أحد الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو نوع من أنواع التكريم أو اللقاء المفاجئ بأحد الأصدقاء القدامى أو يخطر عبالك تتواصل معه أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت متاعبك شوي ضاغط عليك فعشان هيك بدك تتوقع أي شيء سلبي على مستوى العمل أو على مستوى الصحة بدك تهيئ حالك بشكل جيد على أساس أنه ما يصير الأمر مفاجئ وما تعرف تتصرف بالعكس إذا شعرت بعي شيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك برج الجدي يجب الانتباه جيدا إلى صحتك في خلال هذه الفترة وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم استرح وما تعرض نفسك للمسؤوليات خصوصا أن المسؤوليات في الفترة هاي بتكون كبيرة وصعبة وفارغة من الحظوظ خفف من وطيرة عملك ما تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السوداء وهواجسك ليش؟ لأن القمر موجود في بيت متاعبك فهذا الأمر بدك تركز عليه بشكل كبير وخصوصا أنه في بيت المتاعب يعني وضع صحي وإرهاقات وأفكار سوداء وهواجس وأحلام كوابيس كل هاي الأمور تيجي بخلال فترة تواجد القمر في بيت المتاعب أما بالنسبة للبيت الأول فشخصيتك اليوم أنت اللي بتتحكم فيها يعني يا أما أنت بتستسلم للهواجس هاي والأفكار السلبية وبتتعب حالك يا أما أنت بتتجاوز الفترة هاي وبتشحن حالك بطاقة إيجابية وبتقدر تكمل نهارك بشكل إيجابي أما على المستوى البيت الثاني يعني الأمور المالية أحسن وفي فرص أكثر لتحقيق بعض المكاسب المالية خلال هذا النهار ممكن المكاسب مش اليوم ممكن ترتب أنت لمكاسب قادمة ولكن أنه الفرص إيجابية وبتدعم موقفك بشكل كبير ولكن حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا بقولك بدك تدير بالك في تنقلاتك واتصالاتك ما رح يمشي كل إشي مثل ما أنت متوقع خلال هذا النهار يعني فيه أمور ممكن تتعطل وفيه أمور ممكن ما تكون بالشكل اللي أنت بدك إياه وممكن تتراكم عليك بعض الأمور وممكن ما تقدر تقنع الشخص اللي بتحكي معاه بوجهة نظرك فتعصب أو الثور أو الأنانية تلعب دور كبير في الموضوع هذا فتخلق مشكلة مائل هداعي أما بالنسبة للبيت الرابع فبعطيك نوع من أنواع الروتين في التعامل في البيت رغم أنه فيه بعض الحدية ولكن الروتين غالب على الوضع المنزلي فعشانك بتعمل الأشياء المطلوبة منك بتتواصل بالأشياء المطلوبة منك بدون ما تجهد حالك ولا ترهق حالك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية جيدة خلال هذا النهار بتقدر تتواصل مع الحبيب بشكل ممتاز أكثر من الأمس فيه نوع من أنواع الود موجود فيه نوع من أنواع الترحيب لأي فكرة أنت بتطرحها يعني وجهة نظرك بتصل في المكان المناسب والوقت المناسب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه عندك كثير من الأعمال موجودة وأنت بتحاول أنك تنجزها ولكن من كثرتها أنت شوي محتار الفترة هاي ما بتطلب الإرهاق يعني حاول تنجز الأعمال الضرورية ما تخليها تتراكم عليك ولكن بدك تراقب وضعك الصحي في المقابل أما بالنسبة للبيت السابع فأنا بقول لك عن مستوى الشراك المالي والعاطفي الأمور فارغة يعني ما فيها الإشي الكبير اللي يعطل أو يدعم فعشان هيك منقول أمر روتيني في تعاملك مع الشريك ولكن في فترة الظهر ممكن تتعزز هاي الأمور وصير فيها رغبة أكبر للتواصل مع الشريك في مسألة معينة طارية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور بتجيب لك شوية أمور إلها علاقة بالمال أو بشرة لأمور إلها علاقة بالمال وخصوصا اللي بيجيك من شراكي أو من تعويض حاول أنك توظفها بالشكل الجيد ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أن الأمور ضغطة على مستوى البيت التاسع عشان هيك تنهك أنت اليوم بأمور إلها أعطال أو تعطيلات على المستوى البيت التاسع يا أما إلغاء امتحان يا أمور إلها علاقة بالجامعة بتتغير يا أما أنه بلتغي دوام لإلك يا أما بتتعطل سفرة لإلك ما بتسافر يا أما أمور باتصالات خارجية بيكون فيها نوع من أنواع الحدية ما بتمشي بالشكل اللي أنت بدك إياه حاول أنك تأقلم حالك لكل الظروف القادمة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أن الأمور جيدة على مستوى العمل ولكن أنه في أمر طارق بيصير في منتصف النهار بتطلب منك جهد لإنجاز ملف طارق أو تجهيز أوراق طارقة بتحاول أنك تضع لها حلول سريعة بنوع من أنواع التواصل مع زملائك في العمل أو رؤساك في العمل لحل هاي المشكلة أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم فطور أكثر في التواصل مع أصدقائك في نوع من أنواع التهرب أو أنه أنت ما إلك نفس أنك تتواصل مع أي شخص بس بتحاول أنك أنت تأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا النهار بدون ما ترهق حالك بمشاكل غيرك برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد سارع للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة في هاي الفترة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق أما بالنسبة للبيت الأول فأنا مشايف الأمور على مستوى البيت الأول شوي يعني روتينية خلال هذا النهار نفسيا أنت تقريبا مسيطر على وضعك أهم شيء ما تشحن حالك بطاقة سلبية خلال الفترة هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور إيجابية على مستوى البيت الثاني بتخللها فرص لمكسب مالي أو ترتيب الوضع المالي بشكل جيد ولكن في ساعات العصر وما بعد العصر بدك تهتم في مسألة إلها التزام أو مصريف الزيادة أو بعض المطالبات المالية حاول أنك أنت تتأقلم معها وما تصرف أنت بدون حساب يعني مش بنوع من البذخ أو تصرف في المكان الغير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتخلل كثير من التحركات والاتصالات والنشاط في عندك كثير من النقاشات ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار يعني يوم إيجابي ممكن تسعد فيه بأخبار برضو أو تتلقى اتصالات يكون فيه من ضمنها أخبار جيدة للفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الأمور مستقرة تماما بتتعاون مع أفراد البيت بحل مشكلة معينة أو مسألة معينة مع أحد الإخوة أو الجيران أو ممكن أحد أقاربك أو المقربين لإلك من خلال المنزل وممكن تهتم بصحة أو حدث بتعلق بأحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية يعني شيئا ما نسبيا أحسن من يوم أمس في رغبة في التواصل مع الحبيب بشكل واضح تماما اللقاء رح يكون جيد وفي نفس اللحظة رح يتفرغ عن عواطفك بشكل جيد جدا يعني حاول أنك تستغل هذا النهار بشكل إيجابي من ناحية العاطفة ومن ناحية الحدود أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك رغم منها كثيري يعني ولكن أنك بتهتم بالأولويات في حل كثير من المشاكل هاي على المستوى العملي وممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لإلك ولكن اللي عنده رغبة أنه يدم العمل برضو اليوم فرصة مناسبة أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت العلاقة يعني شيئا ما فيها نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين الشريك ولكن اليوم تستقر شيئا ما ممكن تتواصل أنت والشريك لحل أو لا وضع شروط أو خطط معينة مستقبلية اللي تطلعوا من هذا التوتر الموجود أما بالنسبة للبيت الثامن فالفرص المالية المشتركة أو من عمل إضافي أو تعويض أو تحصيل دين أو دعم من شخص معين أو نوع من السلف أو القرض أو من هاي المسميات كاملة ممكن اليوم تحصل عليها أو على وعد بتحقيقها في خلال الفترة القادمة ورح تكون هاي زي بادرة نجاة بالنسبة لإلك للفترة القادمة أما بالنسبة لها بيتك التاسع فكثير من الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات والسفر والاتصالات البعيدة اللي بتكون مأرقيتك خلال هذا النهار ممكن يلتغي امتحان أو ممكن يتأجل سفر أو ممكن يلتغي سفر حتى بدك تنتبه أثناء التنقلات على الشوارع المفتوحة حاول ما تحتد بتصرفاتك أو بطباعك ممكن تتلقى خبر مزعج من الخارج من شخص معين أو من أقاربك أو حدث صار مع واحد بتعرفه أنت فيزعجك هذا الأمر أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أن الأمور يعني شيئا ما بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك خلال هذا النهار بشكل جيد وصحيح أنها روتينية يعني ما فيها الأشياء اللي ملفت الانتباه ولكن عندك القدرة على هذا الإشي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء بيتك 11 فأنا شايف أن الأمور مثل ما ذكرناها في بداية الحلقة ببداية التوقع عنك هي نفس الشيء ولكن ذاك تدير بالك من العصبية والحدية في التعامل مع الصديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه شوي الأمور بتضغطك على مستوى العمل أو إنجاز الأعمال الضرورية من العمل أو برهقك مسألة إلها علاقة بالعمل أو ممكن أنه يصلك خبر عن شيء تآمر أشخاص عليك أو شخص عليك أو بيسيء لك بالخفاء حاول أنك تتمالك أعصابك وراقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول أنك أنت تأخذ قصد كافي من الراحة برج الحوت يوم مناسب للي ببحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة ممكن تغار على مصالحك ممكن تكون فترة أسوأ أو أنجح أيام الشهر في تأثيرات للقمر الثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهم شيء أنك ما تتذمر على مسامع أحد وبدك تصبر بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف فيه ضغط على المستوى الشخصي فعشان هيك منقول لك فيه تقلبات على المستوى الشخصي خلال هذا النهار فممكن أنك أنت تحتد أو تتوتر من أي شيء وممكن حتى تقصر في نفسك فعشان هيك بدك تمسك أعصابك من الحدية والعصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى المالي ممكن تفكر في ترتيبات أو تغييرات إلها علاقة بالأمور المالية خصوصا لليوم أو للفترة القادمة ولكن أنه ممكن بعضك يحصل على أموال من عمل إضافي وممكن أنه يكون فيه نوع من الإنجازات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم بتركز كل تفكيرك على التنقلات والاتصالات والسفريات والأجهزة الإلكترونية والسيارات حتى لو أنك بتقرأ عنها أو بتسمع عنها عن طريق كتاب أو مجلة أو حتى عن اليوتيوب فممكن أنت تهتم في هذه الأمور بشكل كثير واضح عندك قدرة عالية جدا على الإقناع بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار عندك سرعة بديهة عالية يعني على مستوى الامتحانات برضو جيد على مستوى المقابلات برضو جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فممكن يلفت انتباهك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أو أحد أفراد المنزل بحل مشكلة أو موضوع معين طارئ يعني أشياء ممكن تظهر على الساحة بشكل أنت ما كنت تتوقعه أو تتوقع أنه يصير بخلال هذه الفترة عشان هيك حاول أنك أنت تتجاوز الفترة هاي بشكل إيجابي وتكون تحط حلول بدون عصبية أو تزموت حاول أنك تهتم في شخص أو صحة شخص معين من أفراد البيت ما تخلي النفسية تأثر عليك كثير يعني تدير بالك من الوساوس أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور جيدة خلال هذا النهار على المستوى العاطفي بالعكس يعني بتقدر تتواصل مع الحبيب بشكل جيد وتقنعه بوجهة نظرك وممكن تكون لقاءات حميمية أو عاطفية جيدة خلال هذا النهار حاول تستغلها وتحقق من وراها مكاسب على المستوى الحضوض الحضوض جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم تنشط كثير في إنجاز كثير من الأعمال اللي عندك في عندك كثير من الأعمال مطلوب منك إنجازها خلال هذا النهار أنت بتجتهد على حلها ممكن تضع خطط أو ممكن تقدم لعمل جديد الفرصة مناسبة بشكل جدا قوي ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لإلك الفترة إيجابية على الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفية حتى الأمور أحسن من الفترة الماضية بالعكس بتقدر تتواصل مع الشريك بشكل لبق وجيد جدا وتوصل وجهة نظرك وبالعكس بتلاقي فيه استحسان لفكرتك وممكن يتغير الشريك أو يساعد في التغيير أو ممكن يبادر فيه مساعدتك في أمر معين أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع التفكير في أمور إلها علاقة بالترتيب الأوراق أو المعاملات أو حتى الديون ممكن أمر فوترة أو التزامات أو سداد التزامات يعني الفترة هاي برضو بتلعب على هذا الوتر فعشان هيك ممكن أنت تلاقي فيه نوع من أنواع الدعم بيجيك عن طريق أشخاص أو مساعدة أو بترتب بطلب مساعدة من أشخاص أنهم يدعموك مالجيا للفترة القادمة فترة إيجابية برضو على هذا المستوى أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا بقول لك أنه اليوم بدك تهيئ حالك يا أما لإلغاء دراسي أو إلغاء امتحان أو إلغاء سفر أو إلغاء تنقلات وإذا صار في عندك تنقلات أو سفر بدك تكون مهيئ لأي شيء سلبي ممكن أنه يصير وفي حال السفر على الشوارع المفتوحة وطرق المفتوحة بدك تنتبه من الحوادث أو سوء الانتباه وبدك تدير بالك من العصبية والحدية من النقاشات أما بالنسبة لبيتك العاشر فذكرناه في بداية التوقع عن برج الحوت بالنسبة لبيتك 11 فأنا بقول لك الأمور اليوم جيدة على مستوى الأصدقاء ممكن تتواصل مع صديق معين ممكن تطلب المساعدة في مسألة معينة يبادر ممكن يخطر عبالك صديق معين أنت تبادر بالاتصال فيه ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة يعني اليوم إيجابي على هذا المستوى أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه شوي الأمور ضغطة على مستوى بيت المتاعب عشان هيك بتتراكم عندك الأعمال وبتنضغط على مستوى العمل ممكن أنك أنت تنجز بس أشياء ضرورية فقط لا غير ولكن الأمر النفسي بلعب دور كبير اليوم فإنه بضغط عليك أنه أنت تتكاسل أو تتهرب أو تتغيب عن عملك أو تتأخر بدوامك فعشان هيك حاول أنك تطلع من هذا العامل النفسي ممكن أنت تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لإلك أو تقوم بزيارة لأحد المرضى أو المؤسسات الاستشفائية حاول أنك أنت برضو تكون مهتم للأشخاص اللي موجودين حواليك ما تطمئن لأي شخص حاول أنك تدرسهم بشكل جيد خلال الفترة هاي لأجل أنه ما يكون شخص بتقمص شخصية الصديق وهو بالمقابل عدو لا إلك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أهلا شكرا